الملات الذي هرب من محطة الحافلات مصمم على الذهاب إلى إزميت للعثور على أليف من ناحية أخرى تعود جوليد تولاي إلى المنزل بعد البحث في كل مكان يبدأ تولاي الذي ليس لديه أدنى معلومات حول المكان الذي يتجه إليه الملات في الانتظار بقلق في القصر هناك موجة حلوة مستمرة يأتي يونس بيرس إلى القصر مع مصور لالتقاط الصور للمجموعة الجديدة ومع ذلك لا يمكن الانتهاء من إطلاق النار بسبب نزاع بين يونس والمصور ويخرج المصور من القصر عرض مفاجئ من شخص غير متوقع يجعل الجميع يبتسمون مرة أخرى قرر أنجل الذي بدأ يتذكر أشياء جديدة عن ابنته الذهاب إلى إزميت بعد ذكرياته غير قادر على رؤية ملك في المنزل يبحث جوليد وتولاي في كل مكان في حالة من الظعر يتصرف كرم وسفريا بشكل لائق مع بعضهم البعض بسبب الجدل الذي مر بينهما معتقدا أن المناقشة غير ضرورية قرر كيم الاعتذارا لسفرريا من ناحية أخرى استقرت جوليد في منزلها الجديد مع أميرهان وملك يبدأ الملاك في تذكر أشياء جديدة عن الماضي عند تذكر ابنتها قررت ملك الذهاب إلى إزميت دون إبلاغ أي شخص موقف ملك الذي ذهب سررا إلى محطة الحافلات يجعل ضابط شركة الحافلات مشبوها ويبلغ الشرطة عنه عندما عادت جوليد وتولاي إلى المنزل أدرك أن ملك قد اختفى من العدم هل سيتم الكشف عن مكان الملاك؟ تهرب شفق من القبض عليها من قبل جوليدي في اللحظة الأخيرة ولكن عندما تطرح والدتها باستمرار سئلة حول المنزل يتم محاصرتها من ناحية أخرى فإن سفريا وكريم لديهما جدال كبير فقط عندما يقتربان مرة أخرى الفجر يسمح الجوليدي باستئجار المنزل فوجئت جوليدي التي جاءت إلى الوكيل العقاري للإجراءات برؤية إرمافك هنا الوكيل العقاري ينقذ شفق الذي أجبر على الإدلاء ببيان لجوليدي من ظهور الحقائق من ناحية أخرى لا يدرك الإيمان أن المنزل قد تم تأجيره لجوليدي الفجر أن تلعب جميع أنواع الألعاب لإخفاء هذا الوضع من والدتها من ناحية أخرى لا تعمل لعبة المرض يترك اللمعان القصر بسرعة مع رحيله يبدأ سفريا وكريم في الاقتراب مرة أخرى لكن حجة غير متوقعة تحدث بين كيرم وسفريا ديسمبر إذن من هو على حق في هذا النقاش لا تستطيع شفق تحمل بقاء جوليدي وعائلتها في المتجر وتجد طريقة لمساعدتهم لكن الطريق الذي وجده يفتح أشياء لم يتوقع الفجر أن تحدث له تواصل جوليدي التي تقيم في المتجر مع أمريهان وامليك البحث عن منزل من ناحية تريد دون التي تريد أن تفعل شيئا من أجلهم أن تمنحهم المنزل الذي أعدته لها والدتها مع العلم أن جوليدي لن تقبل مثل هذه المساعدة فإن شفق يعقد اتفاقية مع وكيل عقاري ويسمح الجوليدي باستئجار المنزل بمبلغ منخفض تشارك جوليدي التي تعاني من فرحة العثور على منزل جديد حماستها مع عائلتها غير مدركة لكل شيء ولكن سوف جوليدي الذي واجه حدثا غير متوقع نفهم أن كل هذا هو لعبة الفجر تترك جوليدي في المنتصف عندما يرفض المالك استئجار منزله تألق وسير أن خدعة المرض لم تعد تعمل بينما تستعد جوليدي للانتقال إلى منزلها المستأجر حديثا علمت أن المالك قد تخلى عن استئجار المنزل وتفاجأ بما يجب القيام به على الرغم من إصرار جوليدي تولاي التي تقيم في الشارع مع ابنها إلا أنها لا تذهب إلى منزله العثور على العلاج في البقاء في المتجر لفترة من الوقت جوليدي يبدأ البحث عن منزل مرة أخرى ديسمبر عندما تسمع دون عن كل هذا تفكر فيما يمكنها فعله لمساعدة جوليدي من ناحية أخرى يسمح لها مرض برلا بالبقاء في القصر وأن تكون قريبا من كيم من ناحية أخرى لا يستطيع كيرن على الرغم من تحرك برلا أن يمنع نفسه من التفكير في سفرية طوال الوقت ماذا ستفعل برلا عندما ترى أن كذبة المرض التي أخبرتها أن كيرن لم تعد تعمل تحزم جوليدي أغراضها للانتقال إلى منزلها الجديد ما هي المفاجأة السيئة التي تنتظر جوليدي الذي تخلص من التواجد في الشارع في اللحظة الأخيرة يبدأ سفريا الذي يعتقد أن هناك علاقة بين برلا وكيرن في التصرف بشكل لائق تجاه كيم على الرغم من أنه حزين من أعماق قلبه إلا أنه غير مرتاح للغاية لوجود سفريا برلا الذي يتعين عليه فصل المسافة من ناحية أخرى تحاول برلا الاقتراب من كيرن برقم مريضها من ناحية أخرى تقوم جوليدي بتعبئة أغراضها للانتقال إلى منزلها الجديد أميريهان حزينة جدا لأنها ستترك مدرستها وأصدقائها سوف تدمر جوليدي عندما ترى حالة ابنها هذه لكنها لا تستطيع فعل أي شيء بينما تقوم جوليدي بتعبئة أغراضها تأتي أخبار لم تتوقعها أبدا أي نوع من عقبة سوف جوليدي الذي يحلم بإعادة بناء كل شيء تواجه هذه المرة عندما يرى سفريا برلا وكيرن في حالة قريبة يتأكد من أنهما عشاق ويشعر بخيبة أمل كبيرة من ناحية أخرى تقع جوليدي في اندفاع البحث عن منزل ديسمبر وقال أنه سوف تكون قادرة على العثور على منزل في جوليدي الذي يحاول عدم البقاء في الشارع يمرض برلا فجأة ويسقط في ذراع كيرن عند رؤية هذا يشعر سفريا بخيبة أمل كبيرة معتقدا أن كيرن وبرلا عاشقان إذا رأت برلا أن كيرن تعتني بها فستكون سعيدة للغاية من ناحية أخرى عندما تتحث جوليدي عن منزل جديد للانتقال إليه اكتشفت أن المنزل الذي تعيش فيه قد تم بيعه تأتي تولاي لإنقاذ جوليدي التي تعتقد أنها إذا لم تخلي المنزل في أسرع وقت ممكن فستبقى في الشارع على الرغم من أن تولاي تريد استحاب جوليدي إلى منزلها إلا أن جوليدي لا تريد وضعها تحت هذا العبء وتواصل بحثها عن منزل ماذا ستفعل جوليدي من يتجول في الشوارع بطريقة يائسة؟ انتهى فيديو معلومات سلسلة أليف لدينا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات